مرحبا بكم انا قاتلوش حتى انتم ما كيعجبوكم بحالات طواجنة اليخفاف كنت غادين ندير الغداء اليوم وما كنتش غادين نصور ولكن قلت والو غادين شاركة الطواجين مع البنات ومع المتتبعات ديال القناة ديالي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجارس اول حاجة كيفما كيبال لكم هنا يا كيفما كتلكو ما كنتش معولة غادين نصور غادين ناخد واحد طواجين غادين ديروا في واحد شوية دياله زيت الزيتون واحد شوية ديال الزيت النباتي ومن بعد غادين نحطوا لحيمة سيجاجه ديالنا الكيمية اللي Thinking مطفرفanti عليك والكيمية اللي كانت نزلحف عدد الافرد للأسرة ديالك ومن طبيعة الحالا بنسبة الكم EuropeUR ديال الزيت والكيمية توقف على الحيمة ديالك واش فيهم الشحمة ولا لا أنا فيهم محترف ديال الشحمة نقصت شيوي الكيمية diasيت من بعد غادينناخدوا هايك اللحيمة ديالنا زيجاجي لعيهم البوطة وغادينخليهم wannتقلالو علينار مهيله باش ما قد تقلهو اللحم ديالكم كانتجيكم الديدا من بعد ما اتقلت اللحيمة ديالك جزي لدي المنوفره En اه واحد جوج دريسة ديال توما غدين ندير شوي تاعل قصبور المعدنوس اللي غد يكونوا مفرومين ولا اللي غد يكونوا قتعين رقاق وهنايا غدين بقى كنزيد التوابل ديالي غدين ندير شوي ديال الخرقوم تقريبا نجوج مع القصغار ديال الخرقوم حنت هنايا عندي مع القصغره غدين نزيد واحد شوي ديالي السكنجبير تقريبا نجوج مع القصغار ديال السكنجبير غدين نزيدو شوي ديال البصار و هناي غدين نزيد وحد شوي ديال المروزية اه بالنسبة للمروزية ممكن استغناء عليها تبدلوها بالبودرة ديال القرفة غادي نقلي دك الحيمة ديالي في دوك التوابل والقصبر مع دنس لدرنا من قبل غادي نخليهم يتقلى وكيف ما كيبال لكم انا راه ديرا اه الطواجين ديالي على الفاخر هكدا غادي يطيب على نار مهي لو غادي يجيني لديد من بعد ما تقلت لنا ديك الحيمة ديالنا غادي نوضعوا واحد الكيمية ديال الباصل الكيمية ديال البصلة كتتحكموا فيها انتوما لحسب الرغبة ديالكم من بعد ما وضعنا البصلة غادي نوضعوا عليها واحد شوية ديال الملحة وغادي نوضعوا عليها واحد شوية ديال القرفة هذيك الملحة اللي درتوها من الفوق ديال البصلة را كتجيكم طايبة وكتجيكم هاري كيف ما كنقولو كتجي ديال البصلة معسلة من بعد غادي ندير واحد الميل عقا ديال السقار ممكن استبدلوها بواحد شوية ديال العسل من بعد ما وضعنا قاعد توابيل ووضعنا البصل ديالنا غادي نغطيو عليه وغادي نخليو على النار مهيلة كيف ما كلكم انا ديرا على الفاخر غادي نخلي على النار مهيلة حتى غادي طيب مرة مرة كنطلع عليه إلا خاصة شوية ديال المكر بقى كنزيدو المشوية بشوية وبالنسبة البرقوق غادي ناخدو البرقوق غادي نخسلو غادي نديرو في واحد القواميلة غادي نزيدو عليه واحد جمعة القبار ديال السكر غادي نديرو في واحد ملعقة كبيرة ديال القرفة ومن بعد غادي نخليو على النار مهيلة حتى غادي تعسل لنا مزيان ذاك البرقوق وغادي طيب من بعد مما غادي طيب لنا غادي نزيدو عليه واحد ملعقة ديال الزبدة باش كيعطينا ذاك اللماء على البرقوق من بعد مما طاب لي ذاك الطواجين والتعسل غادي نبقى كنزينو بشوية ديال البرقوق على حساب الرغبة ديالكم ممكن تزينو بالكمية اللي بغيتو انا غندي البرقوق غادي ندل البيض وممكن زيدي عليه واحد شو ديال اللوز مقلي ولا واحد شو ديال القرقع على حساب الرغبة ديالكم كيف ممكن لكم تزين كيبقى اختياري كنتمنى الفكرة ديالي وما تكون راقتكم وعجباتكم وغي جربة ان شاء الله ما غاديش ندمو عليهم يلا كنت اول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوني اشتركوا في القناة ديالي وفعلوا زي الجرس هكذا غادي وصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي وصلت معكم نهاية الفيديو بسلام وصفة اخرى ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر